اشتركوا في القناة البحر في اسرار ولكن ما في احد يشرح لنا شنو الاستفادة من البحر لا فوايد عميقة ولكن ما حد قاعد يشرح لنا مدام انت معاي مدام انت معاي اخذي الفوايد والاسرار اوكي جرمي شيئنا خلنا نتكلم عن اول فايدة تسفيد منها تقعدتك على البحر رقم واحد الشمس الشمس شنو فيها فيتامين دال جيد فيتامين دال شنو يسوي يخفض الكرتزول لحر وظاري شنو كرتزول شو احنا لما نعصب طيقة بالله العظيم افقى عينا ومعصب وحال ديك حالة فيتامين دال من وين هي من الشنس شنو يسوي ينزل الكرتزول ولا اربح تالاف وظيفة يعني عندك بعض الاعضاء محتاجين فيتامين دال يوصل لهم عرفتو لان فيتامين دال يدش بكل مستقبل يعني شنو العين تبي فيتامين دال للقلب واي كل جسمك يبي فيتامين دال ولا مستقبل يعني عندنا خلية الحين بالعين ولا تستغل شقاله نص نص شو ناقصه فيتامين دال مليدش فيتامين دال اوه تكتمل خلاص عارضوا مهم مهم جدا حتى لما نلاحظ لما نروح برا مثلا نشوف الاجانب دايما من سدحين ونايمين ليش لانه يحطي استرخاء حق الجسم وينزل الكرتزول خلنا نتكلم عن فايدة ثانية لو ما عليك امر ولو ما عليك امر وقف الفيديو ابيتش الدشين على جوجل كتبي رفليكسولوجي كتبيها راح يطلع عليك رسمة صورة ريل شدي ولما تطالعين بالرسمة راح تلقين كل اعضاء اجتحت يعني راح تلقين القلب الكبد الطحال الرأة كلهم هنا يعني هل معنات هل قلب هنا لا شفتوا الاعضاء كلها جميع اعصاب كل العضو موجود بالريل لحظة بظهر يعني شنو يعني احنا لما نمشي على البحر وندوس على الرمل الرمل في صخر يقوم يضغط على الاعصاب هذي فيقوم العضو يعني يدك سلف يتحفز شفتوا شلون ولا لا في خلق شؤون جميع اعصاب الاعضاء كلها بالريل فلما انت تمشي على البحر في صخر فجميع اعضائك تتحفز يعني مون تتعالج لأ تتحفز يعني تشيد دك سلف شوية عرفتوا وما خلاصنا يلا الحين نتكلم عن فايدة يديدة لما شوف لما تتسبح ببحر شنو يعني تستفيد بتسبح تعال اقول لك اول ما تسبح شنو جسمك يمتص تسمعوا سمعي بوتاسيوم جيد صوديوم ممتاز سيلنيوم ممتاز ماقانسيوم ركزوا معايا هني شوفوا احنا ساعات ناخذ مكملات ولكن ما ندري هذي المكملات اصلية ولا لا يعني احنا مو موجودين بالمصنع وقارن طالح ومشي زود ما ما ندري يمكن يقول لك الف قرام يطلع نتفا قرام يمكن يقول لك هذي يسوي تشذي يطلع بلاسيب وحدش فاضي فهذا المصدر الاصلي واللي تؤثق منه انك انت تاخذ فيتامينات المعادن عشان الناس يقول لك روح روح بحر الميت روح ما ادري شنو لانه يحتوي على فيتامينات ومعادن يعني بكمية اعلى عرفنا شلون ركز معاي وركزي معاي شوفي وانتي قاعد تسبحين في تغيرات تصير بجسمك راح اقول لك من اي معدن راح تحسين شوفي انتظامة دقات القلب لب 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 جسمي تشرب البوتاسيوم ليش لان البوتاسيوم يسؤول عن كهربة القلب حلو راح يسير عندك سرع بالجهاز العصبي من شنو من الصوديوم الاصلي ما لا الله شنو وانتو تسبحين راح تسمعين اصوات قريبة طبعا مو اصوات ينان ولا لا راح تسمعيني عن شخص بعيد راح تسمعين صوتهم هناك الصوت يسري في يصير انتباه مية بالمية وايضا شنو شوف استرخاء شي تطفع على المايت وحركات ومن شنو من شنو المغانيسيوم وايضا فيه السلينيوم السلينيوم شي سوي يحفز يحفز القلوتاثايون القلوتاثايون البنات ياخذونا القلوتاثايون شي سوي هذا مضاد اكساديه يا جماعة وايضا شنو هو اللي يحاول تي ثري تي فور ويحافظ على العضلات اوكي ومهم حق القدة الدراخية بحق ما خلصنا وخلصنا الفيديو شنو ما خلصنا تعال شوف لابدق على البحر ودق على البحر شو تسمعين صوت البحر شوف شنو يعني كش كش صوت البحر يأثر على الجهاز العصبي جيد عندنا جهاز عصبي سمبثاوي وبارو سمبثاوي بضاري لا لا شنو هاذا سمبثاوي تقول لنا طلع عسم طول بالك وطولي بالك عندنا الجهاز العصبي واحد يشتغل شوف حق الهوشة اطقك اطقك والله اطقك والله اطقك حق النادي فالجهاز العصبي هذا الثاني هذا حق الطواري لاحق قطوة لاحق سلحفات لاسلحفات بطيئة لاحق تشل عرفتوا شلون الجهازة الجهاز الثاني متى يشتغل حق الاسترخاء شوف تبتضحك عطعات مسالفة قديمة قولي قولي نكتة فصوت البحر يوازن الجهاز العصبي انسين شلون احرف انه توازن في قلائل خلك معاي ركز معاي وركز معاي شوفي الهنتي قاعد على البحر في دلائل تبين ان الجهاز العصبي تحفز شنو راح تشوفين عينك تدمع شكو بضاري انا اقول لجلل الناس لما تتهاوش او مثلا بنتزفها زوجة يلا انت كشة شون راح يزر فيه او شي دمعة تنزل اليها لما احنا نقول لها يلا ماكو ايباد ماكو تيلفون ليش لان الجهاز العصبي السنبثاوي مسؤول عن القدد الدمعية عرفتوا شلون فاذا احنا قاعدنا على البحر شوف قاعدين حسيت عينك تدمع بروحها يعني مو زعلان بس تي بروحها معنات الجهاز العصبي تحفز وقاعد يتوازن عرفتوا شلون فانت اي احد قاعد على البحر طالع شنو قاعد تبتوا انا اعلى ما توازنت يلا وخلصنا الفيديو شنو ما خلصنا تاو الدرس تاو الدرس شوفوا الموج لما يطق ببعضه شوفوا شونو يطلع من الموج في شغلات تطلع انت ما تشوفها تطلع ايونات سالبة لما الدش جسمنا تصير ايونات موجبة يعني مثال يعني التلفون حينش يطلع ايونات موجبة عشان يودي رسال ومدري شنو يطلع ذبذبات الذبذبات هذي اذا دشت داخل جسمنا ضارة معنا هي موجبة بالنسبة حق التلفون ولكن نعكس الفكرة الشغلات اللي من الطبيعة تطلع شغلات سالبة ولكن تفيدة تسامنة الموج لما يطق ببعض يطلع ايونات سالبة الدش جسمنا نستفيد منها وهذه الايونات فل اكسجين يعني مون يستفيد شخص عنده مشاكل بالتنفذ شخص عنده مشاكل بالشعب الهوائية راح يدش كمية اكسجين بالصدر وحق الجسم كله عرفنا شلون امي الغالية وابوي الغالي هذا الفيديو لكم انتو مو حق الصغار الصغار اللي حين انت تروح تصالون تركب رموش عشان انت قاعد بستاربوكس من صبح ليلة الليل حقكم انتو والله العظيم قاعدة البيت ترى مملة طلعوا برا طلعوا قاعدين انتو بين 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 اربع جدران طلعين شلي تسوينا تكفي روح يسوق شعبي اخديك شوي كرسي 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 اخدي معاتش الكرسي قاعدة على البحر حطي عند الماي قاعدة اي او لعبي بالماي سمعي لك موسيقى سمعي لك قرآن سمعي لك انشودة اي شي قاعدة لمدة ساعة استرخي وخلي سوى له تشاي وقهوة وقاعدة اي او لعبي بالماي جسمك يستفيد اذا كنتي مضاعقة شوي ضيقة تروح منك لان الكروتسول ينزل وجسمك مستفيد من كل النواحي الله يخلي تسويها بالسبوع مرتين تكفين قبل الله يبرد الجو حتى لو ابرد الجو مو مشكلة لا تعطين ريلك